اشتركوا في القناة كيفية ايجاد ناتج الطرح بطرق مختلفة واول طريقة سنقوم بدراستها اليوم هي باستعمال لوحة المعة اذا انوان درسنا لليوم هو طرح العشرات والاحد على لوحة المعة اذا كما قلنا اليوم ان شاء الله سنتعلم كيفية ايجاد ناتج طرح العشرات والاحد باستعمال طريقة من طرائق الطرح باستعمال لوحة المعة ولكن عزيزي الطالب قبل البدء عليك بتجهيز كتاب الرياضيات والقلم والاستعداد للشرح هيا بنا اذا عزيزي الطالب ماذا تلاحظ عندي هنا؟ احسنت انها لوحة المعة كما تعلمنا سابقا انها تحتوي على الاعداد من واحد حتى معة ماذا سيحدث للأعداد عندما نتحرك يمينا ما التغير الذي سيحدث كلما تحركنا يمينا احسنت كلما نتحرك يمينا تزيد الاعداد بمقدار واحد هيا بنا لنرى الصف الاول واحد اثنان ثلاثة اربعة رأيت معي كيف كلما تحركنا يمينا زادت الاعداد بمقدار واحد والان ماذا يحدث للأعداد كلما اتجهنا نحو الاسفل؟ لاحظ معي العامود الاول ماذا سيحدث للأعداد؟ احسنت ستزيد الاعداد بمقدار عشرة هيا لنرى واحد احدى عشر واحد وعشرون واحد وثلاثون اذا اصدقائي كلما اتجهنا يمينا تزداد الاعداد بمقدار واحد وكلما اتجهنا نحو الاسفل تزيد الاعداد بمقدار عشرة لاحظ معي عزيزي الطالب ما نوع الجملة العددية التي تراها امامك؟ احسنت انها جملة طرح هيا اذا لنقرأها معا ثلاثة واربعون ناقص ثمانية وعشرون نريد ايجاد الفرق بين العددين ثلاثة واربعون وثمانية وعشرون ولكن باستعمال لوحة المئة لنبحث عن الناتج ولكي نجد ناتج الطرح باستعمال لوحة المئة هناك عدة خطوات عليك ان تتبعها اولا عزيزي الطالب ما المطروح منه هنا؟ احسنت انه العدد الكبير انه العدد ثلاثة واربعون وما المطروح؟ احسنت انه العدد ثمانية وعشرون اي العدد الاصغر ويكون دائما العدد الثاني في الجملة العددية اذا لكي اجد ناتج الطرح لثلاثة واربعون ناقص ثمانية وعشرون باستعمال لوحة المئة اولا نبحث عن العدد ثمانية وعشرون على اللوحة وبما انه عندي اللوحة كاملة اذا الصف الاول عشرة وعشرون اذا سيكون العدد ثمانية وعشرون في الصف الثالث هذا هو العدد ثمانية وعشرون نقوم بتحديده من خلال وضع دائرة عليه اذا نقوم بتحديد المطروح اي العدد الثاني اي العدد الاصغر على لوحة المئة وذلك بوضع دائرة عليه ثم نتجه نحو اليمين اي سنتحرك نحو اليمين ونقوم بالعدد حتى العدد المطابق احده لاحد المطروح منه من يقول لي منكم ما عدد الاحد في المطروح منه؟ احسنتم ثلاثة واربعون يتكون من ثلاثة احد اذا سنتحرك نحو اليمين الى العدد الذي سيطابق احده الاحد للعدد ثلاثة واربعون هيا بنا اذا نتحرك تسعة وعشرون ثلاثون انتهى الصف ننتقل الى بداية الصف الثاني واحد وثلاثون اثنان وثلاثون ثلاثة وثلاثون اها وصلنا الى العدد الذي يطابق احده احد المطروح منه ثلاثة واربعون نضع دائرة عليه والان لكي نكون بتحديد الاحاد نكون بعد كم عامود انتقلنا من ثمانية وعشرون حتى وصلنا الى ثلاثة وثلاثون هيا نعد كم عامود تحركنا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة اذا تحركنا خمسة اعمدة باتجاه اليمين من العدد ثمانية وعشرون حتى العدد ثلاثة وثلاثون اذا احد ناتج هو خمسة الان سنبحث عن العشرات وكما قلنا انه كلما تحركنا نحو الاسفل تزيد العشرات بمقدار واحد كيف سنبحث الان عن العشرات نضع دائرة على المطروح منه مطروح منه كما قلنا في البداية ثلاثة واربعون نضع دائرة عندي الثلاثة واربعون اهو ونقوم بعد كم صف انتقلنا من العدد ثلاثة وثلاثون حتى العدد ثلاثة وثلاثون ثلاثة واربعون انتقلنا صفا واحدا اذا نقوم بعد عشرة واحدة اذا لدي عشرة واحدة فيكون ناتج عندي مؤلف من خمس أحد وعشرة واحدة إذن ناتج طرح ثلاثة وأربعون ناقص ثمانية وعشرون هو خمسة عشر هيا معا لنستذكر الخطوات التي يجب اتباعها لإيجاد ناتج طرح عددين باستخدام لوحة المئة أولا كما قلنا قبل قليل سنبدأ بالعدد الأصغر أي العدد الثاني أي العدد المطروح ثم نتحرك باتجاه اليمين حتى نصل إلى العدد التالي المطابق أحده أحد العدد الكبير أي أحد المطروح منه ونقوم بعد عدد الأحد ثم لكي نحدد العشرات نتحرك نحو الأسفل حتى نصل إلى العدد الثاني ونقوم بعد عدد العشرات والآن عزيز الطالب كن بفتح كتاب الرياضيات صفحة 220 لحل التدريب رقم واحد معا هيا لنقرأ رأس السؤال أطرحوا باستعمال لوحة المئة وأرسموا أسهما إذا لازم الأمر هيا معا لنقرأ الجملة العددية 69-36 نريد إيجاد ناتج الطرح باستعمال لوحة المئة لاحظ عندي لوحة المئة هي جزء وليس كاملة وكما قلنا قبل قليل سنبدأ بتحديد العدد الثاني على لوحة المئة ما هو العدد الثاني هنا؟ أحسنت إنه العدد 36 هذا هو صف الأول انتهى عند الثلاثون إذن 36 سيكون في الصف الثاني إنه هنا نضع دائرة عليه ثم سنتحرك نحو اليمين أي سنقوم نحو العدد الذي يطابق أحده أحد العدد الأول 69 عزيز الطالب ما الأحد في العدد 69؟ أحسنت إنه عدد 9 إذن 69 يتكون من 9 أحد إذن سنتحرك بدءا من العدد 36 باتجاه اليمين حتى نجد العدد الذي يكون أحده تسعة هيا بنا إذن 37 38 39 وصلنا إلى العدد الذي يكون أحده مطابق للعدد الأول 69 نقوم بوضع دائرة عليه ولنحدد عدد الأحد نقوم بعد الأعمدة بدءا من العدد 36 حتى العدد 39 هيا نقوم بعد الأعمدة 1 2 3 إذن الأحد عندي 3 ننتقل الآن لتحديد العشرات لكي نحدد العشرات علينا بتحديد العدد الأول أي العدد الكبير في الجملة العددية وهو العدد 69 هيا لنحدد العدد 69 على لوحة المئة أين سيكون؟ 30 40 65 في الصف الأخير إذن نقوم بوضع دائرة عليه ثم نقوم بعد كم صف انتقلنا من العدد 39 حتى العدد 69 هيا نعدوا معا 1 2 3 إذن انتقلنا ثلاث صفوف من العدد 39 حتى العدد 69 إذن كمنا بعد 13 ليصبح الناتش عندي 33 والآن عزيز الطالب هيا لننتقل إلى تدريب رقم 2 صفحة 220 هيا معا لنقرأ رأس السؤال أطرحوا باستعمال لوحة المئة وأرسموا أسهما إذا لازم الأمر هيا معا لنقوم بقراءة الجملة العددية 54 ناقص 24 نريد إيجاد نادي تشترح هذه الجملة باستعمال لوحة المئة إذن سنقوم بتحديد العدد الثاني كما قلنا قبل قليل على لوحة المئة العدد 24 نحدد العدد 24 هنا في الصف الأول ولاحظ معي عزيز الطالب قلنا قبل قليل أنه سنتحرك نحو اليمين نحو العدد الذي يطابق أحده أحد العدد الأول أحد العدد الأول كم هو؟ أحسنت أربعة إنه مطابق للعدد 24 فهل سنتحرك؟ أحسنت لن نتحرك نبقى كما نبقى لن نتحرك نحو اليمين إذن سيكون نادي تشترح الأحد هو صفر والآن سنقوم بتحديد العشرات وما قلنا سابقا لكي نحدد العشرات علينا أن نتحرك نحو الأسفل ولكن قبل أن نتحرك نحو الأسفل علينا بتحديد العدد الأول على لوحة المئة العدد الأول 54 إنه هنا ثم نقوم بعد كم صف انتقلنا من العدد 24 حتى العدد 54 هيا معا لنقوم بعد كم صف؟ 1 2 3 إذن لدينا هنا ثلاث عشرات وصفر أحد فيكون ناتج جملة الطرح 54 ناقص 24 يساوي 30 والآن لننتقل إلى التدريب رقم ثلاثة صفحة 220 ولدينا أيضا نفس ذات السؤال هيا لنقرأه معا أطرح أيضا باستعمال لوحة المئة وأرسم أسهما إذا لزم الأمر لاحظ معي عزيز الطالب هذه الجملة العددية إنها كتبت من جهة اليمين فهل كتابتها تكون هكذا بشكل صحيح؟ أحسنت كتبت بشكل صحيح حيث يمكن للجملة العددية أن نقوم بكتابتها من جهة اليمين أو جهة اليسار ولكن مع مراعاة كتابتها بشكل صحيح إذن سنقوم بإيجاد فرق العددين 65 و34 وكما قلنا قبل قليل لإيجاد ناتج الطرح باستعمال لوحة المئة علينا أن نقوم بتحديد العدد الثاني ما هو العدد الثاني في هذه الجملة العددية؟ أحسنت إنه العدد 34 نقوم بتحديد العدد 34 على لوحة المئة ونلاحظ أن هذا جزء من لوحة المئة وليست لوحة المئة كاملة فيكون العدد 34 في الصف الثاني هذا هو العدد 34 ثم نتحرك نحو اليمين أي سنقوم بالعدد نحو العدد الذي يطابق أحده أحد العدد الأول ما عدد الأحد في العدد الأول صديق الطالب؟ أحسنت إنه خمسة إذن سنتحرك نحو العدد الذي يكون أحده خمسة 34 35 وصلنا بسرعة إلى العدد الذي يكون أحده مطابق لأحد العدد الأول إذن كم عامود انتقلنا من العدد 34 حتى العدد 35؟ أحسنت انتقلنا عامودا واحدا إذن الأحد في ناتج الطرح يكون واحد والآن سننتقل لتحديد العشرات كما قلنا سابقا لتحديد العشرات علينا بتحديد العدد الأول على لوحة المئة ما هو العدد الأول؟ أحسنت إنه العدد 65 نقوم بتحديده على لوحة المئة وذلك بوضع دائرة ثم نقوم بعد كم صف انتقلنا من العدد 35 حتى العدد 65 هيا لنقوم بعد كم صف؟ واحد اثنان ثلاثة إذن كمنا بعد ثلاث عشرات إذن العشرات هي ثلاثة فيكون الناتج عندي واحد وثلاثون والآن جاء دورك عزيز الطالب لحل التدريبات التالية ستة سبعة ثمانية صفحة مئتان وواحد وعشرون هيا معا لنقرأ رأس السؤال أطرحوا استعمال لوحة المئة وأرسموا أسهما إذا لازم الأمر قم بإيقاف الفيديو وقم بإيجاد ناتج الطرح باستعمال لوحة المئة ثم تأكد بعد ذلك من صحة إجابتك أحسنت عزيز الطالب هيا لنتأكد من صحة إجابتك ولنبدأ بالتدريب رقم ستة صفحة مئتان وواحد وعشرون لدينا هنا الجملة العددية أيضا كتبت من جهة اليمين نريد إيجاد ناتج الطرح باستعمال لوحة المئة وكما قلنا قبل قليل أنه لإيجاد ناتج الطرح علينا باتباع الخطوات التالية الخطوة الأولى هي أن نقوم بتحديد العدد الأصغر على لوحة المئة ما هو العدد الأصغر هنا؟ أحسنت إنه العدد ثلاثة وستون نقوم بوضع دائرة حول العدد ثلاثة وستون نلاحظ أن لوحة المئة هنا كاملة فيكون العدد ثلاثة وستون في الصف السابع حددنا العدد ثلاثة وستون الآن الخطوة الثانية نتجه نحو اليمين أي سنقوم بالعدد نحو العدد الذي يطابق أحده أحد العدد الأول ما هو عدد الأحد في العدد ستة وتسعون؟ أحسنت إنه العدد ستة أحسنت إذن سننتقل نحو نتحرك نحو اليمين حتى نصل إلى العدد الذي يكون أحده ستة هيا بنا إذن واحد اربعة وستون خمسة وستون ستة وستون وصلنا إلى العدد ستة وستون إذن كم عمود انتقلنا من العدد ثلاثة وستون حتى العدد ستة وستون؟ واحد اثنان ثلاثة إذن الأحد يكون ثلاثة والآن سننتقل لمعرفة عدد العشرات وكما قلنا نقوم بتحديد العدد الأول أي عدد الكبير على لوحة المائة العدد هو ستة وتسعون محدد العدد ستة وتسعون ونقوم بعد كم صف انتقلنا من العدد ستة وستون حتى العدد ستة وتسعون هيا لنقوم بعد كم صف انتقلنا؟ واحد اثنان ثلاثة اثن عدد العشرات هو ثلاثة قم نابعة ثلاث عشرات ناتج يتكون من ثلاث أحد وثلاث عشرات اثن الناتج هو ثلاثون اذا كانت اجابتك صحيحة قم برسم وجه ضاحك لأنك تستحقه هيا لننتقل إلى التدريب رقم سبعة ثم تأكد من صحة الاجابة معا نريد إيجاد ناتج طرح الجملة العددية التالية خمسة وأربعون ناقص اثنان وعشرون كما قلنا لدي هنا لوحة المئات كاملة سنقوم بتحديد العدد الأصغر على لوحة المئة اثنان وعشرون عشرة عشرون سيكون اثنان وعشرون في الصف الثالث نضع دائرة على العدد اثنان وعشرون ثم نتحرك نحو اليمين نحو العدد الذي يطابق أحده أحد العدد الأول ما هو عدد الأحد الأول هنا أحسنتم إنه العدد خمسة أحد خمسة إذن سننتقل نحو اليمين حتى نصل إلى العدد الذي يكون أحده خمسة ثلاثة وعشرون أربع وعشرون خمسة وعشرون وصلنا إلى العدد الذي يكون أحده خمسة نضع دائرة عليه ثم نقوم بعد كم عمود أو كم مربع انتقلنا من اثنان وعشرون حتى خمسة وعشرون هيا نعد معا واحد اثنان ثلاثة إذن لدي ثلاث أحد هيا لنبحث عن العشرات لكي نبحث عن العشرات نحدد العدد الأول أي العدد الأكبر على لوحة المائة خمسة واربعون نحددها هنا ثم نعد كم صف انتقلنا من خمسة وعشرون حتى خمسة واربعون انتقلنا صف اثنان إذن كمنا بعد اثنان من العشرات فيكون الناتج عندي ثلاثة وعشرون هيا معا لننتقل إلى التدريب الأخير وهو التدريب رقم ثمانية نريد إيجاد ناتج طرح اثنان وثمانون ناقص واحد وستون وكما قلنا نكون بتحديد العدد الأصغر على لوحة المائة واحد وستون سيكون الواحد وستون هنا نضع دائرة على العدد واحد وستون ثم نتجه نحو اليمين أي سنتحرك نحو العدد الذي يكون أحده مطابق لأحد العدد الأول في العدد الأول ما عدد الأحد هنا؟ اثنان أحسنتم إذن سننتقل نحو العدد الذي يكون أحده اثنان واحد وستون اثنان وستون وصلنا بسرعة أيضا كم مربع انتقلنا؟ انتقلنا عمود واحد أي مربع واحد من الواحد وستون حتى الاثنان وستون إذن يكون الأحد عندي واحد والآن سنقوم بتحديد العشرات لكي أحدد العشرات علينا بتحديد العدد اثنان وثمانون على لوحة المائة قمنا بتحديد العدد اثنان وثمانون على لوحة المائة ثم نعد كم صف انتقلنا من اثنان وستون حتى اثنان وثمانون انتقلنا صف اثنان أي قمنا بعد اثنان من العشرات فيكون عدد العشرات عندي اثنان إذن ناتش طرح اثنان وثمانون ناقص واحد وستون هو واحد وعشرون والآن عزيزي الطالب لا تنسى ان تقوم بحل التدريبات المطلوبة منك تسعة عشرة احدى عشر صفحة مائتان وواحد وعشرون ثم تأكد من صحة اجابتك مع معلمتك والآن عزيزي الطالب تعلمنا كيفية ايجاد ناتش طرح الاحد والعشرات باستعمال لوحة المئة وإلى اللقاء في الدرس القادم ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر